السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا حبيبي. متابعين شاموسة. معاكم وصفات الشيف شاموسة. هنعمل مع بعض النهاردة. آآ سمك ماكريل. آآ او ليه مساميات كتير. فاكتر من بلد. آآ في ناس بتقول عليه بالاميتا. في بلد السمك الروسي. يا ريت كل واحد يقول لنا في بلده اسمه ايه? سمك بتاعنا نضفناه. وغسلناه واسقصناه. وده كرفس. جبنا الكرفس. كرفس يبقى تعمه جميل جدا جدا مع السمك. قطعنا الكرفس. وجبنا الفلفل بتاعنا. فلفل حامي اللي بيحب الحامي او فلفل اخضر عاجي. قطعنا الفلفل والبصل بتاعنا. قطعناه مكعبات صغيرة. وقطعنا بصل تاني منه شريح. والطماطم برضو. هنقطع منها مكعبات. قطع صغيرة. هنقطع منها طماطم شريح. هنقول لكم هنعمل بهم ايه? في الوصفة بتاعتنا. هنجهز الخلطة بتاعتنا دي كلها. نضيف معهم لمون واتومة. الطم طبعا السمك لاستغناش عن الطم. هنضيف المكونات بتاعتنا دي كلها. الطماطم. البصل. الفلفل. الكرفس. الطم. طبعا الطم ده بتاعنا احنا هنفرزينه. ومجهزين معنا لمون. وطبعا مجهزين التوابل بتاعتنا. هنحط كمون. وملح. وشطة اللي بيحبوا الاكل الحامي. نقلب من كونات دي كلها مع بعض. نقلبها كويس تجانس مع بعضها عشان الملح تجانس فيها. ونعصر عليها لمون. هنتبل السمك بتاعنا بالخلطة دي. وهنحشي قلبه من جوه. بالخلطة. كل السمك كده هيتحشي بالشكل ده. هاخد شوية خلطة ونحطوهم في السمك من جوه. هنجهز السمك كله بالشكل ده. ونبدأ نروسه في الصينية بتاعتنا. هنجهز الصينية ونروس فيها السمك. جنب بعض. بس بحيس ما يقعش منه الحشو بتاعه. ونبدأ نجيف اللمون بتاعنا شوية زيت. السمك دوت بيحب شوية زيت عليه كده بيدي طعم جميل. ونحطوا لمون لمون كتير على الاكل. غير اللمون نحن نحططوه في التابيلة. هنبدأ الخلطة اللي فضلة معنا من الحشوة. نبدأ نحطوها في الوش. هيتفضل معنا كده البصل. بتاعنا اللي احنا مقطعينه حلقات والتماطم الحلقات. تعالوا لكم اعملوا ايه? لو وصلتش لغاية هنا في الفيديو انتم سناش باللايك والشير. وتفعيل الجرس. هنبدأ نروس التماطم. بتاعتنا الشرايح والبصل. فوق الوش. جربوا الوصفة دي. قولوا رأيكو في التعليقات. هنزبط الدنيا كده كلها ونجهزها. ونكون مولعين الفرن بتاعنا. ومزبطينه عشان الاكل يتحط ما يغيبش ان شاء الله. وهو اخسر التزنك ده. ما بياخدش اي وقت في الفرن. هنجهزها كده وندخلها الفرن. اول ما تطلع معنا بالشكل ده. شايفين شكلها جميل جميل ازاي? جروا الوصفة دي. وان شاء الله تدعونا. وتكلها بألف هانا وشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.